اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم الهوددوك والحاجات اللطيفة اللي ممكن نشتريها لأولادنا مع اللانش بوكس والوجبة الأطفال اللطيفة وأولادنا راجعين من المدرسة عايزين نعمل لهم حاجات لطيفة وجميلة بيركزوا على البيتزة بيركزوا على الحاجات السهلة والبسيطة فأنا النهاردة ليا موقف مع السوسيز مع الهوددوك مع السجوء الحاجات الحلوة دي هتعملها بيتزة النهاردة هي مغزية وكمية الغذائية العالية جدا فخلونا نقدمها لأولادنا بطريقة جديدة فتعالوا شوفوا نعمل البيتزة بالهوددوك النهاردة بفكر جديد وبطريقة جديدة هتشوف نعملها مع بعض ازاي والمحتوى الغذائي بتاعها بيناسب الصغير والكبير معايا شربة النهاردة ببنسبة الشتح ده ابتدينا مع بعض بنعمل تقريبا كل يوم ويوم طبق شربة فمعايا شربة جديدة النهاردة شربة الرز بالزبادي ايه قصة الزبادي مع الرز ونعمله شربة تبقى لطيفة وجميلة وصحية تناسب كبار السن والاطفال كمان بالتأكيد هيكون لها فكرة بسيطة اما المفاجأة بقى النهاردة الارنبيت الارنبيت ده اكلة المفضلة بس انا بحب اكله مقلي بس يعني غير المالي انا مش بحب اكله بس فيه ناس كتير بتحب تأكله بافكار تانية فانا عايز اعملوا النهاردة مقلي كريزبي بطرقة جديدة هتعجب حضراتكم ونشوف ازاي ياخد الفليفر من الزيتون والبهارات والبصلة والتومة بفكر جديد وحقوق الطبع لدينا وبس مش عايز نطول على حضراتكم كان انا اخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ولكن بعض الفاصل افكار بسيطة وسهلة ولكن بطعم جديد وبشكل جديد اوه هتروحوا بعيد تابعوني بعض الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل منيو جديد واكل بيناسب الصغير والكبير ولكن الفكر الطهوينا لا يتوقف على الحاجة تكون غالية وسعرها غالي واروح الصبر ماركت احمل العربية قد كده واصرف قد كده واجيب حاجات قد كده وفي الاخر ما عنديش فكر طهوي ولا ثقافة طهوية غزائية اعمل لأولادي الاكل الصحي تعالوا مع بعض نعمل النهاردة البيتزا بالهودوغ او بالسوسيز دي المسميات بتاعته او باللحمة البردة ايا كان تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي مقادرها بسيطة وسهلة اول حاجة عاجلة البيتزا احنا شطار في عميلها المادة الدهنية ممكن نحط زبدة زيت سمنة ممكن نحط الزبادي نحط الحليب هي دي وخميرة ومع علاية سكر عشان الخميرة تشتغل معانا والعاجلة متخمرة جاهزة معانا مع المأدير على الشاشة لا تتعدى اصابع اليد الخامسة عاجلة البيتزا وعملناها كده مرة قبل كده وهنشرح اتعملت ازاي وده ما بضيعش وقت فيها معانا سوسيز معانا بصل ومعانا التوم معانا شوية زيتون معانا شوية جبنة معانا رزمال وزعتر وشوية حب تيجو نعملها مع بعض كده سريعا عشان ندخل العاجلة في الفرن تستوي لان دي لها فكرة بسيطة وسهلة اول حاجة هناخد العاجينة الحلوة دي نفرتها بدايتها وندخلها الفرن العاجينة تستوي قبل ما نحط عليها التوبنج بتاعها حلو الكلام صانية زي دي كده حلوة ومعانا العاجينة متخمرة وجاهزة والعاجينة بين ايديا نشرح علامات التخمير وعلامات نجاح العاجينة معاكي وتعرف ان كنت شطرة عجانة عجينة بايديك حلوة ما كانش في عجانة زمان انا معاي العجانة قدر استخدامها بس انا دايما ومعروفة عني بحب عجن العاجين بايدي اهو العاجينة بتاخد شوية حب وحنان اللهم صلى على النبي شوف العاجينة طالعة ازاي بتضحك اه 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 يلا بنا اهي دي زي الفرن اهم حاجة معلقة السكر على الخميرة عشان الخميرة هتشتغل ولكن تعرف ان الخميرة شغالة وبامن وسلام ازاي اول ما تقلبيها مع معلات سكر تديك رغوة بيضة وتفك بسرعة ما تعجنش وتكالكع تعرف ان الخميرة شغالة كالكعت منك وما تتلكيش الرغوة البيضة يعرف ان وجودها زي عدم وجودها وجودها سالم ليس موجب ليه لان هي واخدر توبة وعدك بقالها وقت كبير وطريق صلاحيتها بس للأسف اتشايلها ونسيها في الدف ريزر او في التلاجة عرفت علامات الخميرة تبقى نكحة ازاي؟ معلقة السكر تدوي بيها بمية دافية اشتغلت الخميرة ودبتك رغوة بيضة وفكت بسرعة تبقى الخميرة بامن وسلام اما كالكعت منك وما تتلكيش الرغوة فبلاش تستخدميها عشان هتضيعي وتستهلكي مواد تانية زي دي بيت سامنة زبدة في المكونات العجينة عندي زي الفل يفضل طبعا ان احنا لما نيجي نفرد العجينة ما نعجنهاش قبل الفرد نسيبها على شكلها وعلى وضعها في التخمير ليه عم مش شيف عشان تساعدك ان هي تتفرد بسرعة العجينة معانا ايه؟ شفت ازاي؟ زي الفل هفرتها كده وانا بحب بصراحة عجينة البتزا بتبقى ساميكة بس اما حاجة تكون مستوي يعني لما باجي اعمل بيتزا بحب العجينة الساميكة مش الرفيعة وحب اكلها تكون مقرمشة واطرافها مقرمشة والقرمشة بتجي منين؟ هقول لحضراتكم دلوقتي حالة فرت العجينة بالشكل ده كده حالو اخد الشكل اللي انا عايزه دائري او مستطيل بس شفت ركاية اللي جاي دي بقى عشان اقطع الشكل اللي انا عايزه لازم اريح العجينة اخدتها كده اه حالو عشان هتبقى هتخس شوي حالو الكلام انا اخدتها زي ما هي كده نقطعها كده وتشيلد كده مش عايزينها ايه وا ترمي العجينة دي خلي بالك تستخدميها في حاجات تالية كتير اه ترميها كده وتسيبها خمس دقيق بالزبط وتبدأي تفريديها زي ما انت عايزها وتعملها بيتزة تانية وتالتة وربعة بنفس الفكر اه عايزة تفريديها بس بيها تتخمر خمس دقيق تاني ناخد العجينة تاني كده بالشكل ده كده بنحطها هنا الله ايه الحلوة دي عمشي ونيجي كده هنا واندخلها الفورم بجد يا شيف فين الحشوات بتاعتك والتوبنج بتاعك وصلصة البتزة لا لا الموضوع النهاردة فكر جديد ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ واسقوا الخطوتي يمشي ملكة اه هناخد العجينة الحلوة دي عم نشيف واندخلها الفورم بالشكل ده كده اه فين عمشي في مخرجنا في ارضية الفورم عشان العجينة تستوي شوية اه بص عليها كده نظرة حب ايوا هو ده حبيبي طيب العجينة في الفورن هنسيبها تستوي 3 اربع سوى تقريبا وندخلها في الفورن ونقفلها درجة حارة الفورن عند 180 تيجي نعمل التوبنج مع بعض سريعا واحنا على وضعنا كده هنجيب بولة صغيرة اللهم صلى على النبي ومعانا سوسيز ممكن تستبدليه بلحمة مفرومة ممكن تستبدليه بسجوء زي ما انت عايزة هناخده كده نكسره بالسكينة وحافظ على شكله عشان الاولاد لما ياكلوا منها يعرفوا ان ده سجوء او سوسيز يا اوه صعب حبيبي حبيبي اه اه النبي اعملك اللي انت عايز مخرجنا عايز يغير البلانش عارفين ليه؟ ده تعاون وكلنا نكتهد لارضاء حضاراتكم بصورة حلوة مميزة هناخد البلانشة الخشب دي كده ونقطع عليها ونسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا هناخد كده السجوء ده او السوسيز ده كده اتقطع كده اه حلو اوه يا شب حافظي على شكل اه حلو اه ممكن منه فراخ ومنه لحم لا لسه ما عملوش منه سمك اه خرجنا بقول لي فيه منه سمك حلو دول حلوين اوي معانا عقود زعتر حلو شفت الزعتر ده ينزل عليك كده الفرش ده كده وده كمان كده الله هنحطهم هنا كده عالهم شوية بقدونس حلوين عالهم فصيتهم حلو مكون غذائي عليهم البيض الله هم يصلى على النبي واحد اثنين الله ثلاثة اربعة كل دول مع بعض يعمش كل دول مع بعض معانا من الزبادي قليل من الزبادي زبادي او حليب اختياري خلي بالي شوية الملح التمام بهاراتك ملح وفلفل حشوة كده جاهزة العجنة استوي فلفل حطيت ملح شوية كركم حلوين وده اختياري برضه التوابل دي بتاعتي كنت ولكن ما تكطرش كتير علشان الطعم ما يهربش مننا كل المادير دي مع بعض يعم هنقلبها كده شفت الجو ده كده الله ايه المكون ده ايه اللطافة دي اه زبادي بيضة كل دول مع بعض عندي زيتون اخدر متحطيش اسود السود هي يعني اللون مش هيربقى لطيف ناخدر هيبقى حلو جميل كده شوية جبنة مزارلة بنا اخد نص الكمية او تلت الكمية دي كده والتلت بنحطه على قش نقلب تاني عايزة تحطي اضافات تانية معديش مشكلة فلفل ملون الحاجات دي كده بس خليناك كده علشان تبقى ليه السوسيز او السجوق او الهوددج باين في البيتز اهو حلو تحط مشروم ماشي دي اختياري خلي بالك المطبخ لهو قانون ولاو دستوري يعني حاجة كده بتاعتك انت وتقلفي فيها وتشكلي فيها وتبديعي فيها بتاعتك كده انا خلصت البيتزة بتاعتي العجينة بتستوى في الفرن ايه الاخبار اهه شوف العجينة بدأت تطلع معايا ازاي تخمير مية في المية بدأت تاخد الشكل بدأت تتحمر اهه زي الفل زي الفل تماما طيب تعالوا مع بعض بقى نعمل ايه عم الشيفة نخش علي بعده معايا ايوه معايا شربة الرز بالزبادي دي هبدأ بيها كمان علشان دي عايزة وقت الرز لازم يستوي جيدا مقدرة اتحائدية خلونا ناخد فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل ازاي نتنوع ونعمل اطباق شربة مختلفة لايام الشيطة اللطيفة الجميل ولكن نطلع من المألوف العدس عرفناه بافكاره وعملناه بكل الطرق خلونا نخش في الشورة باللطيفة الحلوة لكمية الغذائية العالية جدا معايا شربة الزبادي بالرز معايا ارنبيت كريزبي اللي الشيف بيحبه او اتروح وبعيد تابعوني بعد الفاصل موسيقى ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل شربة الزبادي بالرز دي جديدة ولكن الطعم يجي منين؟ الزبادي عندنا مشكلة معايا لما بتعرض لدرجة حرارة والسخونة بيبرغل منك وبيبقى الشكل الرطيفة ولكن وجود النشا ايا كان بقى نشا نشا الرز بينقزنا من الموقف ده الميادير على الشاشة معانا رز مصري يعني كباية نص كباية حسب عدد افراد الاسرة معانا من الزبادي العرض اللي هما ست علم مع بعض تقريبا ومعانا مكعبين من الزبدة وبصلايا نعمة وفصلتهم حلو شوية بقدونس حلوين تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي ناخد طاصة كده على النار في مية بتغلي معايا خليها على جنب كده تعالوا ازاي نشوف نعمل شربة الرز بالزبادي شربة دي للامانة شربة صحية مية في المية حلوة اول اول حاجة بحمر بصلا من غير ما تاخد لون حلوة دي عمشي ازاي حمر بصلا من غير ما تاخد لون ده مهم جدا كده النار معايا زي الفل بحط هنا معالاية زيت صغيرة مش كتير تستخدم بقى زبادي كامل الدسم او قليل الدسمة دي بتاعتك ده موجود وده موجود معانا البصلية عشان تتحمر معايا بسرعة بحط لها مكعب زبدة دي مدرسة المغازي اهو زبدة مش سامنة وجود الزبدة مع معالاية زيت لتحمر البصلة بتنقذنا من الوقت نبص على العجينة ونشوف حلويتها وجمالها يا جمالك بص نشوف الحجينة بالله عليك العجينة انا بتستوي انا عايزة تبقى مرمشة كده ولطيفة بص عليها اه خادت لون اه هي دي بدأت تاخد لون معايا زي الفل بص عليها اه حالا تعالوا نقفل الفرن بتاعنا نسيبها كمان ايه دقائق معدودة بصلية اخبارها ايه تحمر عالنار بسم الله الرحمن الرحي والبصلية بتتحمر توابلنا هنا بسيطة وسهلة ملح وفلفل وشوية كركم بس ملح وفلفل وشوية كركم اللي هنحط لكمون ولا كسبرة كمون والكسبرة ماينفعش مع الزبادي ملح وفلفل وقليل من الكركم عشان يبقى لونها اصفر كده ولطيف وجميل لون دهبي شايف الحلوة دي كده نحط الفص ستون بتاعنا شربة دي باهديها لكبار السن لامهاتنا اه شربة صحية مية في المية يعني وجود معلات الزبدة دي مش حكاية ممكن نستغنى عنها هتوفي شوية حمارة في البصلة مفيش مشكلة وتصف الزيت بعد كده والرز امن يعني مفيش اي مشكلة منه خلي بالك احنا اللي بنعمله بقى بسامنا البلدي والرز المعمر والرز المتسوس والجاوي ده كله ولكن الرز الواحده كده بشخصيته كده امن هناخد شوية الرز الحلوين دول كده كفاية كفاية ونقلبهم مع البصلة والتومة لغاية لما يشربوا منها اه شربت الجاوي ده كده اه تقلبة حلوة كده البصلة والتومة مع الرز مع الزبدة وانا شغال كده او زي الفاني بحط البهارات شوية فلفل صغيرين شوية كركم صغيرين بسم الله الرحمن الرحيم بس خلاص والقلت تاني فكرة حلوة دي عميش اه تمام هنعمل دلوقت معايا من الماء المغلي جاهز بسم الله الرحمن الرحيم مية بتغلى على النار ننزل كده الله الله رح الحلوة كأنك بتعمله الرز بلبن زود المية متخفيش نعم يا غالي اصبر على رزقك اصبر على الحلوة تاكله عسل زي ما بقوله اوه الرز يستوي خالص بننزل بالزبادي تقليبة والتانية خلصت الشرمة اوه تحط الانشة ولا بيت لان معانا الرز هنا حصانة للزبادي حصانة من ايه ان الزبادي ما يبرغلش المصطلحات اللي بقولها دي مصطلحات نادر تسمعيها بتيجي من الخبرة الطهوية والسابات الطهوي السابات الطهوي سكتك في شغلك اللي انت بتعمليه انما لو نستخدم الزبادي لوحده فلازم نحط نشا وبيض نشا وبيض نشا وبيض بيض ليه عم مش شيف علشان يبداي عاملين كذبة باللبن شيش برك لبن امه شاكرية دي كلها اكلات داخل فيها اللبن هنسيب الرز هنا يستوي بالشكل ده كده وننساه شوي ونطلع العجينة من الفرن جا الوقت اللي انطلحها من الفرن حالو الكلام؟ طيب يلا بينا ايه مكانها هنا تعالي يا بيتزا اللهم صلى عن النبي هو ده الشكل واللون اللي انا عايزه ايه بص على كده ايه الحلاوة دي والجمال ده مش عاجبني وضعها كده هقول لحضراتكم ليه دلوقت هاخدها كده وحطها هنا كده حلوة؟ يلا بينا تعالوا مع بعض نكمل ايه الحدوتها سامع السود ده كده؟ اه اه الله الله اه اه تكسيرة دي مع ترك الاطراف مطلوبة اه نعم حاضر عينية مخرجنا انا عايزنا طلعها يشوفها استوت ولا لا مش بيقلكم معايا مخرج عايز يشوف الشي في شاطر ولا مش شاطر اه 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 ادي العجينة هيت ده تقريبا ثلاث تربع سوى بالشكل ده كده اه اه احطها تاني كده واخد الخلطة بتاعتي دي كده واحطها هنا كده يلا عملها لولادك النهاردة ودعييلي اه فيها البروتين فيها فيها كل حاجة حلوة بالدور عليها اه والاولادة يفرحوا بيها على فكرة اه زي ما هي كده عند المزارلة زي الفل اللي عم تشوف باخد المزارلة دي عشان تديني شكل البتزا ودخلها الفرن ولكن وضعها في الفرن هيختلف المرات اه يلا بينا ما تنساش رشة الزعتر الحلوة اه يلا بينا الطازة الفرش اهوه ده الله هنا الجبنة طعمها بيختلف معنا اهوه دي مهمة جدا على فكرة اهوه يلا بينا دخلها الفرن في درجة حرارة مية وتمانين مكانها فين المرة دي هنا في المكان ده اهوه الله اللهم صلى على النبي بص على يا غالي حبيب هارتي شوف الابداع الطهول بتزا بالهوت دوك او بالسوسيز او بالمجانج سميها زي ما تسميها قافل يا سمسم يلا بينا تعالوا مع بعض نشوف الشربة وصلت لي فين اخبار الرز ايه على النار مش قلان من اهوه ما فيش عيار مية هنا في قوام انا عايزه اهوه حبيات الرز لازم تديني السوا بتاعها وتديني عضلاتها ومكوماتها وهي بتستوى على النار تعالوا نروح للطبق بتاعنا بقى الاساسي اكلة مصرية الارنبيت من خير ارضنا من الضرانيات زيه زي الكرومب تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل ارنبيت مقلك رزبي على طريقة المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس معانا ارنبيت ارنبيتية حلوة اوي شكلها حلو ابيض وزي الفل ولازم تشتري الارنبيت وانت عينك مفتاحها علشان بيبقى فيه سواد ربنا يكلنا شر السواد هناخد الارنبيت الحلو ده كده الله وتعالوا نقطعوا ونفسسوا الارنبيت يسموه في دول الشام او في الدول العربية الزهرة هو عندنا هنا اسمه الارنبيت شفت الارنبيتية حلوة ازاي؟ طازة لسه جاية مقطوفة دلوقتي استخدامك لها لازم تكون سكينة صغيرة حلوة كده بالشكل ده كده اه الله ونخش في اعمقها اه الله اكبر دي الزهرة اه نبدأ عشان ما نفسسهاش ده ده امتحها كده فصوص فصوص الله اه نعم انت معك حقه والله بقولي يا شيف الارنبيت ده بكله بحبه اه بس مشكلتنا معاه بيعمل لنا انتفاخ ما عندكش علاج للموضوع يا سلام من نعم ربنا علينا البوكليات الارنبيت الكرومب فواياتهم كتير قوي ولكن مشاكله بسيطة وسهلة الكمون طب ازاي هتستخدم الكمون هنا اقولك دلوقتي حالا بس خلينا افسس الزهرة دي ليسموها الزهرة عشان هي شبه الزهرة شبه الوردة تاني والارنبيت عندنا حكاية زي ما هو كده اه طب السيطة دي مطلوبة بهدوه اه 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 الله عليك كمان بسم الله ما شاء الله ربنا نبارك فيها تكفي العيلة وحبيب العيلة وجران العيلة تاني اه لازم تعمليه على طريقتي دي اخلي بالك اه اه انا بحبه جدا وبعشاقه مقلي اخليك تعرفي تعمليه ازاي مقلي اه دول كفاية كفاية ناخد دي نخليها على جنب كده الصورة حلوة معنا مخرجنا بيحب الصورة الحلوة اه عشان اللي جاي متاخر يعرف ان احنا معنا ارنبيت النهاردة هنشيل دي من هنا وتعالوا نعمل الخلطة بتاعت الارنبيت ده الجديد بقى خلطة الارنبيت نعملها مع بعض ازاي اه واحنا وفيد كده مع بعض هنعملها الواحدة وبعدين نضيفها للارنبيت هي دي التركاية الجديدة اللهم اصلى على النبي بروع الدنيا كده والنظافة مطلوبة اول باول عشان الدنيا متتكركبش على راسك اه في بولة تانية بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر معايا كده بالشكل ده كده قليل من الشبت يعالج الانتفاخ ومشاكل الكلون قليل من البقدونس مفيد جدا في الطعم والفليفر طوم يسلم ايدك شوية ملح حالو قوي عمشي معانا كمان من المادير شوية بابريكا شوية كامون قليل من الكركم والكزبرة ما ينساش الفلفل السود ده مطلوب كل دي توابل اه زبرة على رزقك يا امي يا ست الحبايب حلوة اوه لغاية كده ازا الفل احنا عارفين انت بتعملي عمشيه بيضة نشا نشا تقريبا اديه عشان اللي بيسأل بالمعلقة اول عشان محدش يزعل منه اه اه ازا معانا كمية ارنبيل بالشكل ده تقريبا كيلو بنحط هنا يا عمشيه واحد اتنين تلاتة معاهم بنفس الطريقة تلات معالق دي اه واحد اتنين تلاتة تسلم ايدك عمشي ماء تقليبة مش بالمضرب ونقلب احتاجت بنزود اه تعالي بقى لو حطيت الارنبيت بالشكل ده في الخلطة دي وجيت اتحمريه التوبنج او الشكل الخارجي او الغلاف الخارجي او التغليفة بتاعته هتحمر وتاخد لود قبل الارنبيت ما يستوي نقوم نعمل اي بقى انا سايب دي لالاخر مفاجئة اهو شفت الخلطة دي اهو اضبط الطعم اضبط القوام اوريك القوام بتاع الارنبيت المالي دلوقتي مكوناته نشا دقيق شوية حب اللي هي الكسبرة شبت تومية تسلم ايدك عم الشيف عصرة ليمونة هنعمل اي دلوقتي ببساطة جديدة عنده مية بتغلع النار الله ما صلنا عنا هاخد المية هنحطها واخرجنا الجميل حبيبي ونحط فيها الارنبيت شوف هعمل اي بقى دلوقتي واحنا مع بعض وعند مية بتغلي باخدها كده انا لو سلاته بشيبه له طعم للامانة ببحسش ان انا باكل ارنبيت هناخد المية المغلية دي كده واتخلص من الغازات بتاعته اهو اهو واسيبه شوية منقوع في المية المغلية دي بشوية كمون واخد شوية مية على الرز هنا وكده دي ملاش عوز عندي مية سخنة معايا بتنقذني في الوقت عندي شوية كمون بسقطهم فيني عم مش شيف الله اكبر عليك هنا ايه الحلوة دي عمشني ايه الابتكار ده واسيبه كده في هذا النقيع الجميل الحلو الله لونه هيتغير متقليش انا معايا التوبنج كوي نشا دي توم بقدونس شبت من ناحية انا طبعا ناعته في الماء المغلي بالكمون ومن ناحية ان انا الارنبيت زي الكرومب من الورقريات او الدرنيات اللي بتبقى متعرضة للجو والعواصف الجوية احنا عارفين فانا كده ممكن تخسليه ممكن تكتفي بالطريقة اللي انا عملتها دي تبقى لطيفة وزي الفون لان احنا مش هنستخدمه الماء دي هنصفيمه الماء دي واعدان نحطه في النقاع ده بعد ما يبرد شوية واعدان نحطه في الزيت المالي عندنا زيت شديد الحرارة بيسخن معي انا ربنا كرمنا وزي الفون حابب تطلع فاصل بخريك ده الجميل ولا تشوف البنزة وانت طالع زي ما تحب انا معك شوف الرز شوف الرز وصل لفين اهو 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 شربة الرز بالزبادي هكملها بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مخرجنا الجميل بيسألني نروح على فين على البيتزة اللي في الفرن ولا على الارنبيت ولا على شربة الرز عندنا حاجات حلوة وحلويات في قدام الشاشة وقدام الكاميرا تعالوا نطلع على البيتزة بتاعتنا الحلوة دي كده اللهم صلى على النبي يلا دي مكانة هنا راد عني زي الفل حبيبي تعالوا مع بعض لابستوية وزي الفل عايزة الاكيلة تعالوا مع بعض نشوف نهاية الشربة بتاعتنا ايه? اه ايه الحلوة والجمال ده? ايه ده? ايه الصورة الحلوة? الصورة الحلوة على ششة القناة الاولى والفضائية المصرية تعني مليون كلمة وليس الف كلمة كما تقول الصحافة بعد الازن تعالوا مع بعض نكمل الشربة الرزة عندي اخباره ايه? اه فينك يا نار ننزعلنيش تعالوا مع بعض ننزل بالزبادي بتاعنا وانا اتفقنا مع بعض انزل بالزبادي مع النشويات بتاعته نشويات الرزة كافيلة تحميلي الزبادي اه 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 يلا بينا شوف الحلويات دي كده بص على الرزة الاول شوف الرزة اه 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 يلا اه تمام زي الفل الرزة هنا مستوي اه اه هو ده دي الشربة اه 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 ننزل بيه كده كمان مرة بقول الشربة دي بهديها لحبيبي وتاج راسي كبار السن امهاتنا وبهاتنا نعمل لهم اكلة صحية وفي نفس الوقت هلسي بنسبة تقريبا من ثمانين لسبعين في المية للامانة اه اه الله على الشربة دي شوف القوام ده كده اه الله فيها كل حاجة بروتين هتلاقي نشويات هتلاقي كربوهادرات هتلاقي حب هتلاقي كل ده دي عايزة ايه عمشي في شوية بقدونس مش كوزبرة او ممكن كوزبرة اللي حابب الكوزبرة مع اللبن بس عشان في رز بقدونس اه اه اناية الارنبيت على الشاشة المادير بتاعته ارنبيت احنا المصريين عندنا من خير ارضنا الارنبيت بيتكلم مصري جبنا الزهرة الحلوة كما تسمى في الخليج وفي بلاد الشام عملناها زهرة 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 تلو الزهرة حطناها في ماء مغلي مخلوط بالكمون وسبناها شوية لغاية لما ندردش مع بعض الشربة انا جاهزة تعالوا نغرفة مع بعض في الطبع الحلوة ده كده زي الفل ايه رايك هنا؟ راد عني؟ تمام هناخد الشربة هنا بسم الله الرحمن الرحيم نعايز اقف جنب القلاية بقى واقل ايه شوية ارنبيت حكاية شوف الشربة نازده بتتكلم مصري ازاي هوا ده هوا ده هوا ده هوا ده او 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 الف هنا وشفة خلص الكلام ناخد بعضينا هنا بس فيتر الكاية انا عايز اعملها الامانة حبيت اعملها مع حضراتكم وانا واقف كده الخليط اللي عندنا ده كده ما حبوش خشن في القرنبيت عايز القرنبيت كده يبقى هو سيد الموقف الخليط ده كده اهوا فيه بعدونس وفيه توم وفيه حلويات حالوا الكلام؟ تعالوا نعمل ايه مع بعض بالهند ميكسر بتاعنا ده كده جميل بقت العجينة نعمة معايا اهوا 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 زيوت البقدونس مع زيوت الشبت مع الفليفر والكوركم والدلع اهوا 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 بس خلاص لا الشكل اختلف نعم حاضر عينيه اهوريك القوام اهوريك العجب اتعالى شوف يا حبيبك بسم الله بص القوام اهوا ما ايطاعش منك اهوا اهوا ده فيه بيض دي ايه نشا شوية حب ايه هو الحب؟ بقت دونس على شبت حبة زعتر حطي اهوا اه كامون كسبرة بابريكا اه بيضة في المكونات واحدة بس ليه واحدة بيضة بتكترش البيض عشان ما يجلدش منك لما يطلع من الزيت كسرة البيض فقالي الارضابيت معلومة غير معلومة اخواننا بتوع السوشيال بيديا اللي انا بحبهم اللي متابعين معانا والمهتمين بالصفحات بتاعتنا كسرة البيض في خلطة الارضابيت يخليهم مجلد يخليه لما يطلع من الزيت يبقى مجلد وقاسي فاحنا لما نقلل البيض ونختفي بالدنشا وديه عشان يبقى كريزبي ولطيف هي دي الفكرة وهو ده الهدف الزيت عندنا شديد نطفل النار دي ما لهاش عوزة عشان ما تجيش الفاتورة عالية هلو؟ ونقف بقى ايه؟ مع الزيت تمام ولكن مخرجنا الجميل عايزنا روها له داني ده الطبيعي عيونه حلوة وعايز يشوفوا الصورة حلوة اهو حاضر عينية وقف هنا كده حتى عملية الالي كمان فيها فن خلي بالك ما ينفعش ان انا انزل بالارضابيت كله على الزيت مرة واحدة هنشوف نقلي مع بعض ازاي وانا واقف شغال كده اهو هناخد الحاجات دي كلها ونقف هنا كده الله يلا يا حبيبي هنعمل ايه دلوقتي واحن وقفين مع بعض هناخد الارنبيد ده نصفيه نصفيه ازاي اهو بسم الله الرحمن الرحيم لسه بيدخشوف الدخانة طالعة ازاي بص بص اهو اهو بيدايا كده اهو لسه ما خلصتش اهو زي ما انا شغال كده اهو الصورة كده حلوة اهو نشيل دي من هنا حاضر يا فن دي بسمع كلامي ازاي شاطر انا اهو من صغري وانا بسمع الكلام اهو من صغري وانا بحب المطبخ اهو نشيل دول كده اللهم صلعنا بخلص الكلام نشيل المية دي ما لاش عوزة لسه ما خلصتش اصبر على رزقك بالله عليك معلية دي باطراف المعلاقة كده ونعمل الحركة دي شفت الشقاوة دي اهو ده عندك شوية ارنبيت حكاية والارنبيت كده على فكرة يتاكل زي ما هو كده اهو اي تسويه سلعة الارنبيت وقالاتيه مش هيبقى حالوة خالص خلي بالك هي دي التركاية اهو تاني اهو احنا ورانا حاجة نحمر ارنبيت للصبح ونأكل ارنبيت بامان وسلام لان الشيف المغازي حطي ايده على مشكلة الكولون ومشاكل الكولون اهو يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ايه الاخبار ايه الاخبار ايه الاخبار شوانا مسكها منين اه في قلبي الزيت ايه يلا بينا ايه الاخبار بسم الله الرحمن الرحيم اهه اسكالوب بانية اهه حاضري ايه كده ايه 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 اه ايه تحت واحدة على واحدة ازعل منك الأرنبيط من الأكلات المصرية المفضلة لدى المصريين لكسرة وجوده وجودته من الأرض الطيبة مصر الأرنبيط حاجة والبروكل حاجة جعنة أنا عارف يا سلام شوية مايونيز صلطة زبادي بالخيار كاتشاب للأطفال شفت أنا بعمل إيه؟ بهدوء آه وانا شغال أوسع أوسع يلا بينا بسم الله الحمد لله ثاني الخلطة دي فريق العمل من فضلكم نطلع بمآدير الأرنبيط على طريقة الشيف المغازي والتركاية وحطي إيده على مشكلة الكولون ثاني علشان أستاذ المشاهدين بس بعد يزدكم آه مآديره بسيطة وسهلة معلقتين أو تلات معالق من النشا تلات معالق من الديي معاهم تومة نعمة فصل توم يكون نعم جدا باقدونس شبت مهم جدا بس يكون قليل البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكسبرة كل دول بيتقلموا مع بعض مع بيضة بس بيضة واحدة خلي بالك أنا عارف بتحبوا البيضة كتير مع الأرنبيط حتى بيبقى زفر كمان الله على الحلاوة أنا معايا فريق تصوير معايا فريق تصوير مبدع بيجيب الأرنبيط بيتكلم مصري في قلب الزيت إيه الحلاوة دي أهو لا احباش نحط تاني احنا هنطلع الطارة دي وبعدان نعمل طارة تانية إذا معانا وقت نجاهز طبع التقديم ونصلي على الحبيب البكيتيب الله هو أكبر ها قولي قولي ولا تخبشي يا الزين أنا أطح حينية حينية حاضر يا البيضة دي واخد الأنظار الأطفال الحلوين تاني اللي بيحبوا الهوت دج واللي بيحبوا ياكلوا اللحم البردة نعملها بطريقة جديدة أنا ضفت بيت هنا للخليط أو التوبج بتاع البيضة زي ما شوفنا مع بعض وعملنا العجينة بتاعتنا فكرة عمل الطارت العجينة استوات بس مش بنفس مكونات عجينة الطارت على فكرة مكونات عجينة البيضة وخبزنا العجينة بتاعتنا تقريبا تلات تربع سوى وبعدين حطينا التوبج بتاعنا اللطيف الجميل مخلوط بالبيض وشوية حب بين البقدونس من الزيتون من الجبنة الحاجات اللطيفة دي كلها وفي الآخر دخلناهم كلهم يستوهموا مع بعض وطبعا عشان أطفالنا وولادنا عارفين الشكل الخارجي للبيضة جيبنا المزارلة مع التحمير على الوش شايف الأرنبيت ودلع الأرنبيت شفت التوبنج إزاي أو الخلطة أقوعت سلوء الأرنبيت نفس المدرسة المغازي حتى نقف مياه مغلية مخلوطة بالكمون ممكن عصرة لامون للأمانة مفيش مشكلة ممكن أنا نسيتها شفت المصداقية وصلت لفين باعترف واللي اعتراف بالحق فضيلة عصرة لامون مع الماء المغلي والكمون وننقع الأرنبيت فيها لمدة نص ساعة على ما نخلص الخلطة بتاعتنا الخلطة تاني ثلاث معالي من الدي ثلاث معالي من النشا مخلوطين بالتوم ببيضة بشوية بقدونس بشوية شبت ملح وفلفل وبابريكا وقلبناهم مع بعض وبدأنا نحنا نحمر وإحنا وقفين كده جنب الأرنبيت آه الله دون حلو أوي كده زي الفن نغرف دون يلا بينا نعمل بقى زي اللي إيه الكباب جي بقى والمشويات بقدونس حلوة كده لطيف وتتغسل خلي بالك اللي بيحطوا بقدونس تحت المشويات لازم يتغسل من فضلكم ليه عم مش شيف علشان فيه أطفال عموما كل حاجة بتجرنش بها الطبق طماطم بقدونس الحاجات دي كلها شفت الشوكة بتطلع منها الزي زي الشعرة من العجين آه 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 شفت الجمال ده كده آه زهرة زهرة آه الله آه شوية كمان آه كتيب على باب التلاجة بقى خلطة الأرنبيت المالي على طريقة المغازي لأن الكراريس والكشاكيل خلصت نخلهم هنا كده ونحمل شوية مخرجنا خلص أهلا وسهلا مع بعض أهلا وسهلا احنا في الأمان واجعلنا دايما في الأمان ناخد الأرنبيت كده آه في قلبي الزيت يلا بينا ناخد دي كده في قلبي الزيت نخطم كلهم كده بقى شفت بقى الشغل اللي هو ايه بيسموه العمل بقى آه كده آه كده آه كده كده السريع يعني آه لو أنت عندك بقى إيه عزومة وعايزة تعملي مثلا أردبتين تلاتة أربعة ابنك عازم صحابه جوزك عازم صحابه في الشغل أنا أغطهم كده زي ما همه ونقلب كده شفت الجو ده كده أهو ده عم حاجة تشلوهم واحدة واحدة بقى هنا كلام آه 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 جبلي التركاية دي بيلاي عليك مخرجنا أنا بحبك وانت بتحبني آه 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 ايه الحلوة دي عم نشيب آه وأنا بقلي في الزيت هنزل بهم في الزيت علشان نعرف بس ازاي نشتغل كميات كبيرة آه شفت مرة واحدة بس رسوم جنب بعض في القلاية أو في الطاصة ما عندكيش واحدة زي دي ايه اللي في الطاصة بتاعة البطاطا هنزل في الزيت هو ده حالاتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة قدرنا نوصل للطعم الأصيل إليه الدوجة عملناه بفكر جديد عملناه بيزا الشربة اللطيفة الحلوة اللي بتتكلم مصري بوجود الرز المصري مع زبادي قيمة غزائية عالية جدا الصورة على الشاشة تتكلم عن نفسها معنا أرنبيت كرز بلطيف قدمنا معه المرادة مايونيز ممكن تتقدم معه كاتشاب تقدم معه تمية تقدم معه صرطة زبادي بالخيار زي ما انت حبا يعني من الآخر الأكلات الشتوية عندنا كل يوم مختلفة الشكل والطعم يعني رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضايا البصرية من مس بيرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر